اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي مثل ما كان متوقع طيرت جلسة انتخاب الرئيس بفعل انكيات السياسية واصرار بعض الافريقاء السياسيين على الاستمرار بنهج التعطيل وتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب البلد والمواطن وبظل عدم التوافق حتى ضمن الفريق الواحد والحلف على مرشح موحد للرئاسي على صعيد ملف الترسيم صادقت الحكومة الاسرائيلية باغلبية كبيرة على الاتفاق بعد ما كان اعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر وافقوا عليه بانتظار الاقرار الرسمي للورق اللبنانيا واتمام كل الخطوات راح نعلق بحلتنا اليوم على وقاء جلسة الانتخاب مع الكاتب السياسي الاستاذ حسن الدر اهلا وسهلا فيك استاذ حسن اهلا فيك استاذ جيمي يعني كنا عم نتابع جلسة الانتخاب اليوم وشهدنا ما شهدناه يعني تعليقك هيك على اكتر شي لفتك خلال هذه الجلسة سبع الخير بداية اهلا وسهلا فيك اكتر شي ملفت هو اليوم ب13 تشرين انه يؤخذ هذا اليوم ذريعة لتطيير نصاب له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية ومنع ذهاب لبنان الى فراغ رئاسي خصوصا انه هذا اليوم من يعني الذي يعتبر التيار الوطن الحر يعتبره رمز او يوم تاريخي في مسيرته كان يمثل ايضا بلحظة من اللحظات هو تمرر على الشرعية وخرج العماد عون بوقته بقوة الهزيمة ازبادك بهزيمته في تلك الحرب بغض النظر عن فلسفة الطيار الوطن الحر ونظرتهم الى الامور وطريقة مقاربتهم للاحتفال بهكذا يوم هذا نقاش اخر ولكن بدل ما يكون هذا اليوم حافز بان تكون الشرعية والدستور ومجلس النواب هو الطريق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مثل ما قلت لمنع الذهاب الى الفراغ شفنا الطيار الوطن الحر استخدم هذا اليوم ذريعة بالاساس بالاخر بقية الاطراف ايضا بحاجة الى مين يعني الرئيس بري هو اللي حدد هذه الجلسة يعني رئيس بري يتحمل كمان مسئولية انه ينق جلسة بتاريخ كمان الرئيس بري مثل ما اعبر مسئول عن اختيار يوم اول شي ما يكون عيد وطني ولا يكون عطلة رسمية للدولة وبالاخر اذا الرئيس بري بدي يوقف عند كل حزب او كل تيار او كل فريق عنده يوم من الايام بدي يوقف عنده وبنبطل نعرف في لبنان كل فريق سياسي وطائفي وديني ومذهبي عنده ايام خاصة فيه ولكن هذا ما بيلزم لا رئيس مجلس نواب ولا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية وليش ساهمت كتلته كمان بتطيير النصاب لك؟ كيف ساهمت كتلته؟ الكتلة كانت حاضرة كتلة الرئيس نبي هذري يعني كتلة التنمية والتحرير اللي حصل اليوم حسب ما فهمت قبل شوية لكنه كان في لغة كانوا حاضرين لا لا كانوا حاضرين بالاخر في مجموعة من النواب اعتذروا مسبقاً سبعة كان عددهم قبل ما نوصل على استوديو ما بعرف ان زادوا او لا وفي بعض النواب مسافرين فبعد الكتل ما اجت كلها الكل ساهم بتطيير النصاب لأقلك بصراحة يعني الكل بفريق 8 أذار بتنكون عم نحكيها مثل ما هي؟ لا بعض اكثر الغائبين بعزر هني من التغييريين او المستقلين ايه بس يعني بحجج مسبقاً ومسافرين وكلهم بيطلعوا اربعة شهي طيروا نصاب اربعة يعني بالاخر 8 أذار اللي استلحت على تصميتهم 8 أذار مع انه من 2008 من الدوحة بطل فيجيه 8 و14 أذار المفروض يعني ولكن 8 أذار وحليفهم الطيار الوطن الحر ايه صحيح انه بعضهم مش متفقين على اسم وايضاً مش شايفين ان الاسم اللي رايح فيه قوة اذا بنا نسميهم 14 أذار اللي هو الاساس ميشيل معواد انه يو يعني اسم يكون عنوان للمرحلة القادمة او بيشبه المرحلة اللي قدم عليها لبنان فلذلك دع رئيسني بيري باخر الجلسة الاولى الماضية الى التوافق الى فتح حوار وبدأوا رئيسني بيري بعدة لقاءات عنده بعينتين مع نواب مستقلين ومن كتل اخرى وايضاً من مختلف الجهات في محاولة للاتفاق على صيغة معينة او على اسم يمكن بالاخر نريح كون فيه اجماع في لبنان بس قبل ما يجمع الخارج علينا وقبل ما يتفق الخارج علينا فيه فرصة لبنانية حقيقية للاتفاق على اسم على الاقل يكون قادر على فيش مرة تم انتخاب رئيس لبناني داخلياً من دون اي تدخل قبل الطائف كان فيه قبل الطائف في عدة تجارب كان نعم مثلاً سليمان فرنجي الجد انتخب بفرق صوت وما كان على تسوية خارجية وصلت معقول نحن بظل التخبط الدولة والاقليمة وكل هالمشاكل بين الدول معقول نحن اليوم نقدر بعتزر على التعبير نزمد برئيس بتجربة الترسيم اللي حتحكي عنا حضرتك اليوم شفنا انه يعني التفاهم الرؤساء الثلاثة والتعامل بوطنية مع هايك ملف بغض النظر عن التفاصيل حتسألني عنا قبل شوية ولكن بعد شوية ولكن بما انه ملف على قدر عالي من الوطنية وملف بيعني كل اللبنانيين شفنا الرؤساء حطوا كل خلافاتهم على جنب وراحوا حطوا يعني بس ما فيه مصالح سياسية في مصالح بكمل الفكرة ياريت ياريت بهذه الطريقة فيه رئاسة الجمهورية مش مصلحة مشتركة لكل لبنان مصلحة وطنية هننا عم يفتشوا عن مصالح شخصية وحسبية هذا كلام نحكي فيه بعد شوية لا موضوع الترسيم واذا وصلنا الى يعني قدما بما موضوع الاستخراج الغاز والنفط في لبنان ووضع لبنان على هذه الخارطة خارطة الدول المنتجة للنفط هذا بحد ذات وهذا الاسم يعطي ثقة للمستثمرين والدول ومنقيم لبنان من لائحة الدول المفلسة الى لائحة الدول الواعدة بس لبنان كان كمان على هذه الليحة وشفنا الى وين وصلنا مكان بابتصاد ريعش حادي سويسرا الشرق لأ كان لبنان اه اوكي عندما تحكين من سابق حتى يعني حتى بالسنين السابقة كان لبنان بمراحل كتير متقدمة من منطقة شر الأوسط كانت الليرة اللبنانية تعتمد يعني وين مراحل شفنا من بعد التسعين لا من بعد الخمسة وسبعين ما نحكي اذا ما نحكي بالتاريخ السياسات الخاطئة ايه بس من بعد الخمسة وسبعين كان في حرب عم بحكي بأيام السلم انت عم تحكيني عن سويسرا الشرق هالفترة اللي عم تتفضل فيها كانت من الستينات لا اواخر للخمسة وسبعين تقل لبل بدء الحرب الاهلية في لبنان اللي وصلت الى اتفاق الطائف بالتنين وتسعين او بتطبيقه بالتنين وتسعين اصدقل انه قبل الحرب الاهلية كان الوضع اللي عم تحكي عنه صح ولكن هائلو ظروفه كان كان الخليج العربي بلش يشوف النفط وبلش الانماء والاعمار ووووى وبلش بحاجة الى مصرف فيه سرية مصرفية في لبنان وبحاجة الى جامعة كانت صباقة في لبنان وبحاجة الى قطاع سياحي كان صباق في لبنان ففي ظروف متعددة ساهمت بانه لبنان يكون ها الحديقة الخلفية للمجتمع النامي اذا بدك في الخليج العربي صحيح ولكن اليوم احنا في دور جديد للبنان بدنا نشوف السياسة في تطور والسياسة في تغير عم نتابع حضرتك اقيد عم نتابع الخلاف الحاد الامريكي السعودي بس خليه شوية بتدخل لبناني بس انا بدي اخذك ما انت اخذتني لهون ما قبل للروح انا قصدي قول كنت عم يقول قبل ما يتفق الخارج علينا قادرين نتفق وعطيت دليل الاتفاق اللي صار على ترسيم الحدود يعني فيه قدرة عند الرؤساء القوى السياسية في لبنان يشيلوا الخلافات الخاصة او التفصيلية على جنب ويتعاطوا مع رئاسة الجمهورية باعتبارها مصلحة وطنية عامة رح توسع موضوع ترسيم قد ما بدك رح اعطيك وقت لتحكي بهذا الموضوع ونتناقش بهل هل هيدا رأيهم واذا بدك هن من قرارة نفسهم بدون هيدا الموضوع ولا هل فرد عليهم هيدا الموضوع هيدا موضوع تاني ولكن بدي فوت بمواقف الكتل بهيدا الجلسة قبل مشاركته ومشاركة الكتل بهذه الجلسة كان فيه مواقف كتلة الرئيس بره واضحة متل ما سبق وكنت عم بتقول عم تدعي للتوافق مش مسميه بعد مرشح واضح انه الرئيس نبي بره وكمان هتطلع كلام الوزير علي حسن خليل اول مبارح كان على الاعلام على الالبسة وعم بيحكي انه منفتحين على خيارات معروف رغبة او تمني انه يوصل للوزير الفرنجي ما اللي مخبر انه هو ازا بدك اليوم حتى اليوم ازا بنحكي بغض النظر هلأ موقف حركة امل او كتلة الرئيس نبي بره ازا رحنا اليوم على مجلس النواب بانتخاب او بعملية ديمقراطية عادية اكتر اسم بيجيب اسم اصوات سيمان فرنجي ليه ما انتخبوه ما بيوصل ما بيجيب 65 مش عم قول بيجيب 65 بس عم قول بين الاسماء المطروحة اكتر حدا بيقدر جيب اسمه كمان ما حوى ميشيل معوض ممكن ما قدو ان يحرقه مراحل يمكن هو ما عندو رغبة ان يكون اسمه في مرحلة حرق الاسماء بهذا الفترة يمكن يلي طرح اسم ميشيل معوض عم يحرقه برأيه طبعا واضح هو اسم ميشيل معوض بيعرف هيك وجنبلاطي بيعرف هيك وجعجع بيعرف هيك محفظ الالقاب لجميع ميشيل معوض بهمه يكون بينادي المرشحين لرئاسة الجمهورية وبيعتبر فرصة انه يجتمع عليه فريق من المعارضة رغم انه كان بيتأمل انه التغييريين ما يسمى بالتغييريين يضموا الى فريقهم بتهيد ولكن هذا ما تم ميشيل معوض ما بيقدر ولا بروفيل ميشيل معوض بيقدر يوصل على لئاسة الجمهورية اليوم في لبنان الكل عبينتبه مش عبينتبه هنا تفاصيل انه اوكي فريق 8 اذار او المقاومة مش قادر يوصل رئيس لحاله بس الاكيد اكتر انه ما حدا بيقدر يوصل رئيس بدون ارادة هذا الفريق لانه هذا عنده العدد هذا الحديث اللي حكي رئيس حزب الكتاب من بعد اول جلسة بكل صراحة وبكل وضوح فمشيل معوض ما بيقدر يكون رئيس بضل هالتوازنات اللي موجودة لانه هو عم بيقول او هو بحسب توصيف سامير جعجع رئيس حزب الكوات اللبنانية انه رئيس تحدي ما بتركب لبنان اليوم رئيس تحدي للمقاومة او لحزب الله فاذا ايه هو بمرحلة حرك اسماء يعني هو يعني فضل او قبل ان يكون في هذا المكان ليه ما سموا الوزير الفرنجية برجع بيقول لك يعني المهم نسمي طيب ما هود التغييرين سموا قد وبعدا وغيروا وبعدا واليوم نازلين بسكتارها جديد طيب اوكي والخميس القادم بيسموا هو واحد بس مش ها هي العملية الديمقراطية برأيها لا العملية الديمقراطية اتعلب الاستحقاك قبل ما يصير لا لا بالعكس العملية الديمقراطية برأيي انا مبارحك ان عم نحكي بنيقاش وهذه وجهة نظر شخصية او اذا اليوم فريق المعارضة او ما يسمى بفريق المعارضة راحوا على اسم منو استفزاز وعلى اسم بيمكن يلاقي مقبولية حي اذا نجح بالصدفة زمت منت قبل شوية حضرتك ما بيشكل استفزاز للمقاومة او لحزب الله ماشي انا باعتقد وجهة نظر شخصية ساعتها فيه امكانيا روح على جلسة ديمقراطية بمعنى انه بيجي هذا الفريق الاخر 8 ادار او المقاومة بقول احنا مرشحنا فلان وانتو مرشحكم فلان ونروح ننتخل طب من ضمن المواقف اليوم تاني احكي عن كتلة حزب الله اليوم كتلة حزب الله مانا مرشحة حدا بعكس الانتخابات السابقة اللي كان مرشحها الرئيس اليوم الرئيس ميشيل عون وكانت من اول يوم عم تنادي فيه وباية متمسكة فيه حتى لحظة انتخابه اليوم شو دلالة عدم تسمية اي مرشح خاصة بكتلة حزب الله دلالة ان حزب الله برقماتي بيقرأ سياسي وبيطور مقف وحسب التغيرات 2016 بس نذكر سريعا كان فيه اتفاق نووي ايراني امريكي نعم كان فيه اكثرية في مجلس النواب قادر توصل الرئيس او اي المرشح بس كان فيه تعطيل كمان بالمقابل اي بس ادر حزب الله وطير وطن الحر بعملية التعطيل والاسرار على المرشح الاوحد او الوحيد العماد عون بوقتها ادر يمنع على مرة سنتان ونص اي جلسة توصل لرئيس مظبوط اذا كان فيه ظروف موضوعية اقليمية ودولية ومحلية حزب الله استفاد منها واستغلها وصولا الى ايصال المرشح لحظة انتخاب الرئيس لحظة انتخاب الرئيس عون ليش مش عم بيعمل هاك مع اليوم هذا السؤال اول شي ما فيه توازن شبه توازن داخلي بالبرلمان ما في عندهم اكثرية حتى لو اتأمر النصاب ما بيقدر اليوم يوصلوا المرشح للمدنيا ما عندهم 65 بدون جنبلات بس هني ما وصلوا بالمرة الماضية بقوتهم هني هني راحوا جيبوا القوات معهم جيبوا الحرية كانوا قادرين يوصلوا لو يتأمل النصاب بيقدروا يوصلوا لحاله كان عام 2.70 نائب هتفهمني الفكرة وين اليوم حتى افترادنا صار فيه نصاب بيقدر حزب الله يأمن 65 صوت تلاف رنجية بدون جنبلات مثلا او التغيريين او المستقليين ما بيقدر المرة الماضية كان بيقدر فكانت لعبة نصاب بوقتها اليوم مش بس لعبة نصاب اليوم بدك نصاب وبدك توافق يوصل 65 صوت بس كمان هني الفريق اذا هو ما انه قادر يوصل يعني الفريق اللي بوجه اذا كله تكتل كمان قادر يوصل لا مش قادر يوصل بيصير في لعبة نصاب بيضة القبان مين بيضة القبان جملات بيضة قبان لانه هل قدي في تقارب هل قدي المزيكي المجلس هل قدي فيه يعني اي فريق قادر يطير قادر يطير وقادر يكون اذا رحنا على انتخاب مترجع بقلك تجربة ساركيس فرنجية اذا رحنا على انتخاب من هذا النوع الصوت الواحد بيفرق لانه انت عم تحكي عن تقارب على المنخار كما بيقوله بالتعبيرات العامية فخليني اكمل لي حزب الله ما بيدلوه تجربة الرئيس عون والعهد الحالي ايضا كانت تجربة فاشلة نتيجة هذا الاصرار اذا بدك بمطرح معين ونتيجة اداء الرئيس عون ونتيجة شئنا او ابينا المملكة العربية السعودية و هذا صار واضح لما الرئيس الحريري راح عرض على المملكة فكرة انه ان يتبنى ترشيح الرئيس عون وفق العمارة عون بوقتها وفق تسوية سميت التسوية الرئاسية بوقتها كان قال يقال بس قيل للرئيس الحريري نحن ما خصنا اذا انت بدك الترجمة يروح الصفر وتحمل مسؤوليتها لك وانصرنا فاذا حزب الله اليوم لا الظرف الدولي بيسمح ولا الظرف الاقليمي بيسمح ولا الظرف المحلي عم نحكي اقتصاديا وامنيا واجتماعيا بيسمح ان يروح بتحدي ويوصل مرشحه الذي يريده واخر شي كمان يحمل عبئ فشل عهد مثل عهد مش هالعود فارس سعد بيقول انه بسلاح بيقدر يعمل اللي بده اياه وبيقدر يضغط على النواب وبيقدر يجيب اكترية وبيقدر هالكلام باطل وغير صحيح لو بيقدر كان عمل ليه ما يعمل هيك ليه ما قدر با 2016 ما عملها يعني با 2016 لما كان مرتاح بالنهاية الافريقاء اللي رجوا عما نولوا النصاب خضعوا بالنهاية لقوة حزب الله لانه كان معطل البلد وكان في يعني عم بيدين مين عم بيدين سعد الحرير و سامير جعجع اللي عملوا اتفاق هو دينهم بالسابق يعني مانه مستحي فيها يعني هل سامير جعجع راح بقوة سلاح حزب الله عمل بغض النظر عن الموقف ولا هو شاف بالاخر اللي افقوا مسكر لانه حزب الله وحلفاء وبيملكوا 72 نائب بوقت المجلس نواب لا امكانية لانتخاب رئيس الا بتفاهموا عنه وكانوا حطين او الرئيس عانا اوفش حدث شهادة كان الطرح اليوم اذا الطرح رئيس تحدي كائنا من يكون ما بيوسف لا من حزب الله شو مستعد حزب الله يعمل يرجع يعيد التجربة طبع 2014-2016 اذا الطرح من الطرف الاخر هلا حضرتك ماعتبر انه هيدا الفريق بيعتبر ميشيل معوض مع حفظ الالقاب هو رئيس رئيس تحدي عمواجع هو طرح رئيس حزب الكوات وطرحه هو طيب بس في ناس كمان تعتبر سليمان فرنجية كمان رئيس كمان تحدي وشو بقول عن حاله ووزير فرنجية قال انا توافقي وهو هاك وقدم نفسه وقدم نفسه وقبل انتخابات بخبرونا اللي هني بدون يا لا بنا نشوف كل واحد كمان هو بيصلب محور كان ثمانة رئيس بري وين تحدي لللبنان هلا مش تحدي بس انه مش معروف شو سياستو عالاخير هم خاطم عم تقول ما بدي اقوله ما في حدا اول شي بالعالم ما عنده موقف سياسي صح وبلبنان تحديدا بس في كون عندك موقف سياسي بس عندك استعداد او قادر وقابلية ان تتعاطى مع الاخرين تواصل مع الاخرين الرئيس نبيه بري هالأدى واضح موقف السياسة ولهالأدى كمان منفتة على الجميع وهو سلة الوصل إزبادة بين الكل سليمان فرنجيه مع حفظ الألقاب هو بروفايل اللي بيشبه هيدا البروفايل هلأ رئيس جمهوري عم برميزي لأنه هو بحكم رئيس مجلس مضطر يلعب هيدا الدور لا الرئيس جمهوري هاي شخص غير الرئيس نبيه بري عنده نفس المواقف المضطر يلعب لأنه هو رئيس المجلس المضطر يلعب هادا الدور هو رئيس الجمهوري هو عنوانه هو رئيس لكل اللبنان وكل اللبنانيين كل الرئيسة مضطرين يلعبوا هادا الدور ولكن ما لعبه يعني قصدي قادر إذا بده وبدليل دع على حوار ما حاستجاب صح؟ صحي هذا ليش لأنه لعب دور غير الدوري لازم يلعبه ورئيس بري لو عنده شخصية تانية كان لعب دور كمان بيشبه دور رئيس عنه ما حكى ما حدا لا بيرجع للشخص بيرجع لتاريخ الشخص لعلاقاته أنا اللي بد إلك يا سليمان فرنجيه هو قدم نفسه أنه توافقه ورغم موقفه المعروف يعني زنوية الماسلحة ومشال معوض هو قدم نفسه أنه صدامه هني قدمه نفسه ليس صدامه هو كان عم بيقدم نفسه أنه هو واضح في عنده خيارات واضحة كمان يعني فرنجيه خياراته روش واضحة بكرة إذا من بعد آخر مؤابل يمكن لا من كتير واضحة لأنه فيه تألوبات كمان بالحكي وبالمواقف يعني صار بده كتير يكون مقرب من الدول العربية وهو عربي ما كان نهاك قبل؟ يعني اليوم علامة استفهان كل حلفة اليوم حزب الله لك ميزت لأنا مش جاي سوي أو دافع ميزت لما فرنجيه إنه بـ 2016 كان قادر يكون رئيسه ما كان احتراماً لحلفه مع حزب الله وهدي ما نشوف كم حدا عنده الاستعداد يتنازل عن منصب برأيك هو من نفسه تخلى عن بشو شو اللي بيمنعه كان ينزل على الجلسة وكان النساب مؤمن شو بيقرر حزب الله بده يعمل هذا الكلام اللي بيعمل حزب الله مزبوط وعلقته بحلفاء وهذا الكلام غير صحيح صحيح حزب الله إلو موني وإلو تأثير وإلو حضور وإلو وزنه السياسي بس إنه بيفرض بطريقة أو بأخرى من هذا النوع الوقت اللي بتصير القصة بتمس بمصالحه ووجوده بالبلد اسلامان فرجيه ما بيأثر أكيد بده يفرض اسلامان فرجيه ما بمثل تهديد لحزب الله ولوجوده ولمصالح حزب الله الموضوع كان موضوع أخلاقي موقف كتير تاريخي عامله اسلامان فرجيه وحزب الله حفظه وسير حسن حكى عنه فهل موضوع خلينا حطه هانا لقلك شي أنا اللي عم بقوله بألفين وستعاش سلامان فرجيه كان عنده نفس المواقف لما كان كل العالم ضد الرئيس بشار الأسد وراي على سقوط وهو وهو والآخر يا حسب كان عم بيطلع بيقول أنا أفتخر بعلاقة التاريخي صح فبعد بالأزمة ما ترك أو ما غير موقفه وبنفس الوقت بيقول وهو بيقول بمقابلة وموجودة ببيته أنه صورة بيو أو جده مع الملك فيصل بعده بالبيت فهذا الرجل اللي قادر يحط صورة الرئيس حفظ الأسد وصورة الملك فيصل ببيته أو الملك فيصل ببيته عنده هذا التقاطع وعنده هذا التقارب ولليوم المملكة العربية السعودية لم تعطي أي رأي سلبي بسلامان فرجيه وعندما يسأل السفير السعودي يعطي كل مدح وكل إطراء بشخصية السلامان فرجيه وما أنهم معتبرون أنه لا استفزازة ولا عدائب اتجاههم فلا مش معناتها بالمبارح بالمقابلة اللي صار عم بقول هاك أو غير وجهة نظره أو رأيه هذا السلامان فرجيه من لما وعيه هو هاك سلامان فرجيه إذا كان رئيس جمهوريه وصار الخلاف يلي شهدناه بعهد الرئيسة عنه بين حزب الله والدول العربية وأدى إلى المقاطعة وإلى ما هونالك برايك شو بيخد موافق على الأقل وجهة نظره بيعمل تواصل بين الطرفين بروح على المملكة العربية السعودية بحاول يتفهم يشوف شو الموضوع بروح عند حزب الله علاقته بسير حسن نصر الله هذه وظيفته أصلا بغض النظر كان هو أو غيره لما يكون في رئيس جمهورية عنده القدرة قدرة التواصل وعنده قدرة الحركة والدينامية بين الأطراف المختلفة أو المتباينة مفروض على يلعب هذا الدور مفروض على يروح يعمل جولات مككية لا يمنع الوصول إلى حد القطيعة مع دولة عربية هلأ إن كان سليمان فرنجية وإن كان ميشيل معوض وإن كان أي حدا آخر اليوم ميشيل معوض عم بيقول أنه خيل اليوم بدنا رئيس جمهورية نحن بيقعد مع حزب الله وبيتفق هوية على النقاط الخلافية هيدا شو هذا كلام ليش يعتبر ليش ما بيقعد معه من 2005 إلى اليوم هو دايما بيحكي هو ما بده يقبع حزب الله اليوم هيدا الفريق ما جاي يقبع حزب الله جاي يحكي بموضوع السلاح هيدا السلاح كبد خسائر كبيرة وحمل لبنان فوق طاقته هن هيك بيعتبروه واليوم صار فيه ضرورة أنه نجي نحكي بهيدا الموضوع هيدا السلاح على الأقل بعدنا اليوم هلا أنا وإنت عم نحكي بتجربة الترسين واللي رح تتم بيجي للبنان حسب تقديرات الاقتصاديين الغربيين وخبراء الغاز والنفط والآخرين بلا ما نشتح ب700 مليار و500 مليار على الأقل 300 مليار دولار من وين هوا؟ من البحر تأمنوا هوا دي بوجود سلاح المقاومة لوري هاي طيان كانت ببرنامج الحكيب السياسي من يومين بتقلي المتوقع عن الكمية اللي موجودة بقانا هي 3 مليار هذا كلام طلع بده تدقيق من عند الإعلام العدو أنه هذا الحقل أولا بيراك بشكي بيعاملك شو اللي صار بالزبط بس هي عم تحكي تقنية بشكي تحكي السياسي بس كيف عرفنا من عاملك طلع هذا الحكي بيقول تقديرات إنه حق القانا جاف وكل الكمية اللي فيها باعتقدوا حق عن حصتهم هن 3 مليار دولار عم يقوا عن حق القانا طيب وبقية البلوكات 8 و 9 و... 4 ما في حسب من اللي قال total شركة total ما في بكرة منشوف وهذه خلي 6 هايديان لوري وكل اللي و الدكتور عسام خليفي ونتبه هذا النقاشة عم يصير بلبنان طبيعي متى ما يصير بالعند العدل والإسرائيلي بالآخر في حدا معه في حدا ضد نحنا قدام حدث منه حدث عادر حدث تاريخي وبحاجة بتلاقي رح يكون فيه تباين ما نحن مختلفين على كل شي رح توقف هون يعني نتفق فبكرة شركة total كمان اذا عم تحكي عن الخبراء حضرتك وفيك تسأله لستلوري هل total عملت ببلوك أربعة الحفر الكافي واللازم والتقني بكل النقاط اللي بتضمن فعلا انه تقول ما فيه كمية تجارية خلينا نسأل هلا سوا ما بنسأله لرئيس الجمهورية ونسأله لرئيس الحكومة ونسأله للمجلس النيابي لا بنسأله لوزير الطاق لأنه حسب ما طلع كلام من مقربين يعني على التلفزيون من وزير الطاقة بقول وهنا عم يبرروا أنه كان فيه مندوبين من وزارة الطاقة موجودين على الحفار أو شو بسموها السفينة المتولية هذا الموضوع وكان هنا مفروض يكون فيه شيش قدامهم هنحنا ما بنعرف تقنيا بس أنا أبيلك شو عم بيقولوا وبيبين المصوحات قدامهم فهودي الاثنان أو ثلاثة أو الأربعة اللي هني موفدين من وزارة الطاقة واللي بيمثلوا الدولة اللبنانية نحطوا بغرفة لحالهم وشبه نعزلوا قصرا عشان ما يشوفوا شو فيه هون هيدا بالمسح بالمسح اللي هو طلع على أساسه وين التقرير؟ هل سلمت توتال تقرير رسمي للدولة اللبنانية؟ ما سلمت هدي كل ما عمل لك مؤشرات أو علامات استفهام هل فعلا كان الحديث عن أن بلوك أربعة ما فيه كميات تجارية؟ هو كلام علمي تقني موضوعي؟ ولا هو كان كلام سياسي لإيقاف الحفر؟ وهذا اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه أنه افترضنا بأربعة ما فيه بتسعة لا ما حفرت توتال؟ باثنانة لا ما حفرت؟ بخمسة لا ما حفرت؟ بواحد لا ما حفرت طيب اليوم شو الدين اللي يركب؟ خلا نحكيها مثل ما هي دين اقتصادي ما فيه ترسيل الحديثة؟ لا بس فيه له يعني عكاسات سياسية نحن نعرف السياسة تفتش على الاقتصاد بتلاقي السياسة صح اليوم شوفنا الاقتصاد شو أن عكاساته السياسية؟ أكتر شي بيحاول يروج له خصوم المقاومة بنيش يقول له أعداء وهن متناقضين على فكرة هن هيدول على الأقل لا يمانعون بنيش يدعون لا يمنعون التطبيع مع العدو الإسرائيلي بس تعفشوا المضحك المبكي انه فريق حزب الله صار هو بده الاتفاق يلي هو برعاية أمريكية ومع الإسرائيلي والفريق الثاني ما بده هيدا الاتفاق هيدا المضحك المبكي اليوم لا أستاذ جيمي أنا بقدر خد سياق زمني تايم لاين للتصريحات وللمواقف بيجي بقول والله حزب الله هون ناقد نفسه أو المقاومة هون ناقد نفسها بسعاتها أنا بقى أنو يقبنت أدن على هو بس أنا ليش ما فيه تناقض خلني منشوف وإن بيطلع السيد حسن بيقول هيدا الدولة عاشسة طيش برة تاخد مواقف معينة وين معانسا وتسهل بأول شي قال هو خلف هذه الدولة أوكي واحدة واحدة نحنا عم ناخد ملف اسمه العلاقة الترسيم الحدود البحرية شاكي من أول يوم لأنه حزب الله بيعرف هذا المحذور اللي راحنا عليه بالأخير بيكون فيه توقيع وفيه ورقة وفيه اعتراف غير مباشر بحدود معينة وببلوكات اقتصادية معينة فلا يبقى هو خارج هذه المنظومة كله لأنه هو أصلا لا يعترف بوجود هذا العدو كدولة ككيانة ومغتصد من أول يوم قال نحن خلف الدولة بالتفاوض نحن خلف الدولة عفوا برسم الحدود الدولة مثل ما قال لأسنة الألفين وهذا الخطاب موجود إنه إذا الدولة اللبنانية قالت هذه حدودنا نحن خلص حدودنا خلطنا نخط لأزرق وقتنا بس مين اللي بياخد القرار بالدولة اللبنانية؟ ما نضحك عوار؟ واحدة واحدة بس خلين نعمل ها السردية بديئة 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 أساسية يعني ما يوقي ما هي العجلين أساسية اللي عم يسمعنا هلأ عم يفكر لأنه أساسية لأنه أساسية ومطرح ما بتلاقي حضرتك فيه تناقض إلي عشان أنا قدامك أنت قدت من أول يوم قال موضوع رسم الحد لأنه نحن مشمع ترفيين أصلا بها ومبير بآخر خطاب هو الاتفاق اللي يزم يتوقع قال نحن بالنسبة لأنه بحرنا بغزق بشيك قال؟ فإذن رسم الحد أو الخط للحدود ما بيعني حزب الله لا من قريب ولا من بعيد قال الدولة هي اللي بتحدد من الدولة؟ سألت سؤالك رئيس الجمهورية وفق المادة 52 من الدستور هو الذي يفاود بموضوع الاتفاقات الدولية اللي هو معروفة شو عالقته بحزب الله بغض النظر ما فينا نفصل يعني يا أستاذ حسن يا أستاذ حسن هيدا الموضوع منو منو موضوع بهالبساطة منو موضوع يعني لو كان الرئيس مش عام نعمر جزر مش عام نعمل شيء مش عام نعمل شيء حزب الله مش عام بيمون او ما بيتدخل بمواقف رئيس الجمهورية ما هلأ قلتلي عبل شوية ما قبل شوية قلتلي انو امريكا فرضت الاتفاق ايه؟ ما انتفق امريكا ولا حزب الله ده كتشوف شو التنسيق اللي ساير بين بعض واحدة واحدة ما هول مصيبة سؤالي ما نصيبة انو امريكا عم تفرق حزب الله ماشي معا انا بقلك بشباط 2022 الماضي كان حزب الله غير راضع لما الامور ده اللي ما كان عم نحكي عن خط 23 متعرش لانو هذا الخط كان بيعطي العدو الاسرائيلي كان مقترح انو يعطيه جزء من بلوك رقم 8 لتمرق منه الانبيب على ابرس واليونات بمطرح معين استاذ جيمي بالاخر حزب الله فريق سياسي موجود الو تضحياته الو وجود بهالبلد وممثل بالحكومة وممثل بمجلس نواب باكثر عدد تصويت بين كل الاحزاب اللبنانية طبيعي يكون له رأي وطبيعي واستشار وايضا هو بما يمثل من مقاومة العلاقة بصراع له 40 سنة مع العدو الاسرائيلي انا مش عم بقول انو حزب الله مش عم بيعمل مش عم يتدخل او ما له رأي بس انا عم بقول بالاخر هذا اللي صار وفق الدستور ولا لا في خروش على الدستور لما رئيس الجمهورية المدة اتنين وخمسين تسمح مش تسمح تعطيها الحق بالتفاوض باتفاقية خارجية صح فاذا هذا دستوريا مأمن من الاول حزب الله قال نحنا اللي بتقوله الدولي يعني وقال سيد حسن اللي بعبر عنه بالاخر حتى لو استشار رئيس بر والرئيس ميقاتي بس بالاخر الموقف بيطلع عن رئيس الجمهورية بس يطلع بس عفوا رئيس الجمهورية يقول نحنا راضين المقاومة تقول نحنا راضين بس اليوم مش حتى رئيس الجمهورية لو طلع قال نحنا راضين مش يعني الاتفاق صار بيجنن اليوم دستوريا بالنقطة اللي حضرتك عم تحكي فيها رئيس الجمهورية يفاوض ولكن لا يبرم الاتفاق اليوم بيقوم بواج بيته بموضوع التفاوض وبيرجع بحيله هيدا الموضوع الى المجلس النيابي اذا كانت اتفاقية دولية وتنطبق عليها صفات او سمات الاتفاقية وانا عم اكد لك لليوم ضايعين بس هيدا فيها اثر اقتصادي وهيدا هيدا لا تجدد سنة فسنة يعني هيدا الى الى امد طويل يعني بتخضع لان تروح على انا عم اكد لك يمكن تأخر رئيس الجمهورية ليحكي خاطب اللبنانيين وتأخر الرد الرسمي لهلا لانه بعد النقاش هل هي اتفاقية هل هي معاهدة هل هي مجرد محضر شو صفت القانونية اليوم هناك اشكالية اساسية بهالموضوع انه لبنان لا يمكن ان يوقع بالنص الدستوري كمان لانه بالاخر اسرائيل هي دولة عدو فلا يمكن ان يوقع معاهدة اتفاقية مع دولة عدو فان ايه هيدا اشكالية موجودة الرئيس الجمهورية فاوض ولكنه لن يوقع والدليل اذا بدك يستندوا اتفاقية الهدنة اللي صارت بين لبنان و العدو الاسرائيلي بالتسعة واربعين وقع ضابط لبناني لما رأيت على مجلس نواب ولما رأيت على الحكومة بس اليوم ابرام الاتفاق هو مش بس بالطوقية هو الموافقة والطوقية اليوم مين بد يعطي هذه الموافقة الوفد المفاوض شو الوفد المفاوض ايه الوفد المفاوض هو بروح بوقع بالنقورة غير غير موضوع على التطبيق ليس الجمهورية بس من قبل هيدا 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 نقطة مجلس سورية بده موافقة مجلس نواب في اثر اقتصادي وفي اه في امد طويل واثار انا برجع بقلك في اشكال بيستمير دستوري في اشكال على توصيف في اشكال على توصيف هاده التسوية هل هي تسوية هل هو اتفاق هل هي معاهدة انصار في عليا اشكال ولا لا شو بيمنع تروح على المجلس النيابي وتاخد موافقة مجلس النيابي شو بخبيني انا كمواطن لبناني انا حقي وبزعل انه اراها بالاعلام العبري اراها بالصحف اللبنانية شو رح يضر المجلس النيابي اذا اطلع على هيدا الاتفاقية وعطى رأيه فينا نحكي ما حكي مبدئي استاذ جيمي وفينا نحكي حكي مصلحي بالمعنى المصلح الوطني مش هك في حدا بلبنان ما بده نهوض اقتصادي اكيد لا في حدا بلبنان ما بده استقرار امني اكيد لا في حدا بلبنان ما بده يكون فيه نطلع من هالأزن ونرجع لسويسرا شارك وقادرين نرجع له بس ما حدا بده هاو بظل اذا احنا من خلال هاو مخبيين صفقة بس خلينا كمل الفضل اذا هيدا الاتفاقية او التسوية او 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 الى اخرها مامني هيدا الامور بالحد الادنى من حقوق لبنان ليش يخيشوا شحادين نحنا حقنا هيدا خيلي مش شحادين انتي اخدتوا بالقوة انتي اخدتوا بقوة المقاومة لو سمحت بدي كمل لك بس انا اللي بدي اقولي بعنوان المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية بتشخيص المصلحة الوطنية اذا مأمن انت ضمانات بنهود اقتصادي وبانه لبنان يصبح دولة منتجة ومصدرة للنفط وبانه في استقرار امني يفرض بالاخر بضمانة امريكية بهالعنوان الدولة عامل انجاز الدولة اللبنانية عامل انجاز برجع لرجعك لازم كانوا يعرضوه على اللبنانيين مثل ما العدو الاسرائيلي عرضوا على الكنيسة وما اخد تصويت بس عرضوا عليه وعدم عرضوا شو يعني؟ عدم عرضوا بحط علامات استفهام هل هن خايفين؟ هل هن مخبّين شو؟ لا مخبّين ما تطلع الاتفاق شو بدي يخبّوا؟ اذا في شي مش رح يطلع اخر شي بدي عفرجونا الورقة لانه في اسئلة المجلس النيابي رح تنسأل اليوم في نواب عم بيطالبوا بلجنة تحقيق بهذا الموضوع اكتر ان هيك في حدا سأل سؤال بتصور نائب رئيس حزب الكتائب وسألوه للرئيس بري وكان على الجديد من يومين انه ليه بدي يطلع الوزير جبران باسيل كرئيس كتلة يعرف تفاصيل يعرف تفاصيل الاتفاق يقول انا عطيت رأي هون وليه هذا مسموح له وحتى لحسب حدا يفكر ليش الوزير او النائب علي حسن خليل بدي يعرف وغيره؟ لا حق اي نائب يسأل فدور ان هلا النواب بمجلس النواب النواب الباقيين لازم يضغطوا انه ينعرض هذا او يشوفوا هذه المسواد ده وينقشوها انا مش هامل لك لا وهذا طبيعي وانا كمواطن نائب سايغ صار رئيس بري وطالب منه ادراج هيدا الاتفاع وقال انه كان رئيس بري وطلع عب كيركي كمان وقال للنائب السايغ انه رئيس بري كان متعاون جدا ووافق وقال رح يلاقي الالية والوقت المناسب لعرض هذا الموضوع على مجلس النواب بينطر البلد؟ ايه بينطر لا شو شو هذا مانه موضوع مستعجل اليوم خلينا نروح على رئيس جمهورية بالاول برايك رئيس ميشيل عون مش مستعجل انه هو يكون على التوقيع قبل ما يخلص عهده؟ يعني من من العوامل اللي سرعت التوقيع هو استقتال اذا بدك الرئيس عون وفريقه على توقيع اي شيء قبل مغادرته قصة الجمهورية يعني معتبرينا هده هدية اشت من السماء وبنا نوقع شو رح يأثر ترسيم الحدود صراحة على الاستحاقات اللبنانية على رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة من بعدها وهل رح يكون من بعدها في باب لمساعدات للبنان مش بالضرورة يكون فيه ارتباط عضوي ولكن نحن عم نحكي عن اتفاق عم نحكي السياسي ايه نحن عم نحكي عن اتفاق راعيته الولايات المتحدة الامريكية عم نحكي عن اتفاق منه متل ما تفضل قبل شوية مش عم نبني جسر نحن عم نحكي عن شيء يترتب عليه على مدى البعيد على مدى البعيد حتى الاستقرار والازدهار وكل هالتفاصيل بطبيعة الحال هذا لازم يرافقه مش بس استقرار امن على الحدود بده استقرار سياسي وبده ايضا استقرار اجتماعي وهذا لا يؤمن الا بانتخاب رئيس الجمهورية وبتشكيل الحكومة وبعتقد تشكيل الحكومة هلأ صار كلام فارغ وهباء منثور نكتحكي فيها بهالوقت روح على ينصب الجهد فعليا على انتخاب رئيس الجمهورية لانه بس انتخب نبلش عهد جديد نحن بحاجة لحكومة جديدة بحاجة مثل ما قلت لك الاستقرار سياسي في لبنان واستقرار اجتماعي ويعاد الامل ويعاد الثقة الى الاقتصاد اللبناني وهذا كله ممكن بتوقيع الاتفاق لانه انت عم تحكي قبل شوية كنا عم نحكي مجرد ما تتوقع هذه الوثيقة بغض النظر شو كنا نسموها نقلت لبنان امتم من لائحة الدول المفلسة الى لائحة الدول الواعدة هذا بحاجة ذاته بيجيب استثمارات هذا بحاجة ذاته بيعمل ثقة هذا بحاجة ذاته بيفتح ابواب لشركات كبرى ودول كبرى ما بيأسر بالاخر مثل اي سياسيين اخرين بكل الدول ليس هني ساز جيمي بدنا نكون واقعيين ما بنحكي حكي شعبه يعني هذا اللي بيقولوهن على السوشال ميديا وغيرهن انا منوشية نظري رغم الاختلاف المبدئي بكتير نقاط وياريت الحلقة بتسمح كنت بناشلك فيهن اعتراضات مبدئية ولكن هذا افضل الممكن للبنان في هذه الظروف بالاخر التفاوض هو عبارة عن تجميع اوراق قوة والانتباه لاوراق الضعف انت بلد منهار اكتصاديا واجتماعيا وسياسيا انت بلد قوتك الوحيدة هو السلاح المقاومة في وجه هذا العدو اتكسرت على مدى ثلاث سنين هلأ في منه بيش يسموه حصار امريكي طبعا ما تطلع السفيران بارح تقول انه توقيع الاتفاق بدي يعمل انت يعني بحكت عن الكهرباء وعن المصارف وعن غيره يعني شو عم تقول يعني انت كان مطلوب منك تاكل هيد القتلى اللي تروح على هيدا الاتفاق وحزب الله اخدنا بيديه اجريع على هيدا الاتفاق حزب الله بس عفجل لولا حزب الله وتدخله كان باقي الاسرائيلي عم بيستخرج من كاريش وبيماطلو فيك بعد عشر سنين تانين يعني هيدا هيدا رأيك انا علي احترمو الكتب السياسي السيز حسن الدر اهلا وسهلا فيك شكرا اهلا وسهلا لك مشاهدين ومسلمين الكرام فاصل ومن تابع حلقتنا اهلا وسهلا بكم على جديد مشاهدين ومسلمين الكرام بصير نرحب بالصحفية روزانا بمنصف برنامج الحكيم السياسي اهلا وسهلا بك استاذي روزانا اهلا بك اهلا بكم جميع المستمعين اهلا بك يعني بداية مع تقييمك لهذه الجلسة وما الذي ادى فعليا الى تطيير الجلسة هل هو فعلا ذكرى 13 تشرين وتضامن تضامن الكتل مع اطايا الوطن الحر ولا ما في نية الانتخاب الرئيس لا بشراحة ما بظن انه هي يعني ذكرى 13 تشرين اللي عرقلت يعني يعني ما كان فيه توقعات اصلا لو حتى لو حضروا كلهم سوا ما كان فيه توقعات انه هلا رح يصير في انتخاب رئيس جمهوري وعلى كل حالة اللي النواب اللي صرحوا وبيعرفوا تماما هيدا الشي ولو انهم هن يعني كلهم بيراهنوا انه ربما تطلع مفاجأة ما او يصير شي بس عمليا لا طبعا ما كان متوقع ابدا انه سير في انتخاب رئيس الجلسة لم تحمل اي مفاجأة ربما حملت بعض يعني المفاجأة اذا يعني مفاجأة صغيرة انه طبعا انه ما اكتمل النصاب ما خلو يكتمل النصاب بس هذا كمانا كان متوقع لانه حزب الله حتى لو شارك شارك بيعني مبدئيا وما تضامن يعني بالمقاطعة بس هو وزع حاله بين انه رغته باسراء بالتعبير انه انا مرح قاطع الجلسات وانا عندي رغبة اكيد بانتخاب رئيس جمهوري ووزع حاله بطريقة انه هو متضامن كمانا مع تيار الوطني الحرب نعم هلا بخصوص جلسة الخميسة المقبل الجلسة القادمة برأيك كيف رح يكون التعاطي معها من قبل الكتل وخاصة الكتل يلي اليوم تحججت انه هي متضامنة مع بعضها تقلك شغلة بالاخر يعني هني رح يضلوا يخترعوا شغلات حتى رح يروحوا يمكن يكرروا الجلسة الاولى مش هالجلسة هايدي لانه مضطرين كلهم يحضروا بعدين بس بذات الوقت رح يكرروا الجلسة الاولى يعني انه يكون في دورة اولى ويرجع اثير النصاب بالدورة التانية بيرجعوا بيرجعوا بيخلوا النصاب ينفقد بالبعدين هيدا هيدا المتوقع ما لم يطرق شيء ما لم يطرق شيء يغير هيدا لانه كلهم اليوم نظرين بزيت اذا بتلاحظ التصريحات اللي طلعين كلهم المعارضة يعني او الناس المتفقين او الكتل المتفقى على ميشيل المعوض على المرشح اكدت هيدا الشيء بالمقابل تماما كتلة الاعتدال الوطني اكدت موقفها وبعض المستقلين اكدوا موقفهم معناتها بعد ما حدا اقترب من حدا رح نرجع نكرر زيت السياغة الزالسة الاولى برأيك شو اللي ممكن يغير بهيدي الصورة هل هناك شيء مقبل من التفاهمات ترسيم الحدود اثر على شيء في شيء مبين بالأفق انا اليوم كتبت مقالتي على انه موضوع الترسيم بمعنى انه اديش بقدر يعطي زخم لهذا بالاخر بالاخر عملوا انجاز سموه انجاز اتفاق تاريخي اللي بدك ين هو انجاز بحاجاته هلأ اذا بتحب نحكي عنه بس هو انجاز اوكي هيدا الانجاز ادي فيك تحطه وتعمله انجاز وتضبه بالجرور في محل ما فيه له مومنتم هيدا فيه له زخم يبدك تستفيد منه بتروح على انتخابات رئاسية وطبعا حكومة لانه بالاخر حتى شركة توتالون حكى معه وكل شيء بدك حكومة تقدر تقرر بدك رئيس جمهورية بدك انتظام المؤسسات ما لم تنتزم المؤسسات ما حدا رح يقدر يجي بكرا ويتعاطى معنا هيدا شيء كثير اساسي من الموضوع ما فيه مين عم بجارب يستغل هيدا الاتفاق نعم ما فيه مين عم بجارب يستغل هيدا الاتفاق لمصلحته ولا مصلحة المحور طبعه لا هلأ طبعا فيه توظيف رح يكون فيه توظيف هيدا الشيء وانا اكيدة انه رح يصير فيه توظيف هون شطارت يعني السلطة افريقاء السلطة انه هني بدون يوصفوا هالشيه لمصلحتهم من خلال القول انه نحنا عملنا الترسيم وثاليا نحنا عنا يعني رأي قوي باللي بدنا ايه بالمرحلة المقبلية وهني عم بيقولوه اصلا بدون ترسيم وبترسيم فيه فرق لانه لانه بالاخر يعني الكوى المتحالفة الموجودة هلأ بالحكومة هي اللي عم بتقرر المعارضة كلها خارج هيدا الاطار وثاليا وهيدا شيء اخر يعني ما عم بيسألوهم على هيدا الموضوع وهني حتى المعارضة مانا قام حتدصل بالحكومة وتاليا تركين الامور لهم وتركين لهم هالأبرهان اذا بدك بالانجليزي بيقولوا اليد العليا انه هني يعملوا اللي بدون ييه في هيدا الاطار ولا من مسائلة وتاليا انه ايه بيروحوا يوصفوا كل شيء لمصالحهم وحتى اذا تقلفت حكومة على مرحلة شهور شهر او شهرين او ثلاثة او ربما يستمر هيدا الشيء انا بظن انه المعارض راح تخسر كتير لانه هي منى حاضرة لتكون بالحكومة ماذا لو استمر الشهور سنتين متل ما استمر بالاول سنتين ونصف طيب انه بتنترك الامور كيف منسيل الانتخابات النيابية اللي صارت وشابت جزء كبير من المعارضة الى المجلس النواب هون فيه علامة استفهام كتير كبير هذا موضوع لازم ينطرح على الكوى المعارضة بهذا الاطار غير موضوع المعارضة اليوم استيزة روزانا يعني اليوم من الواضح انه حزب الله هو اللي عم بحرك البلد ككل يعني حتى موضوع تأمين النصاب او تطيير النصاب هو فريق الفريق طبعه اللي عم بيقدر يؤثر بهيدي المعادلة خاصة انه هناك التزام من الافريقاء الاخرين بحضور الجلسات وعم نشوفهم عم يحتروا اليوم حزب الله شو ناطر يعني شو ناطر اول شي ما عنده رئيس مرشح رئيس اثنين عم بيحكي بطريقة انه منه مستاجل على موضوع رئاسة الجمهورية لبل بالعكس كان عم بيتفش باتجاه تشكيل حكومة حزب الله شو ناطر اه حزب الله لا يزال يتفش باتجاه تشكيل حكومة لانه عارف انه في شهور بده التوافق هني عم بيقوله تعالى نتوافق على رئيس هلأ التوافق بالنسبة له قد يكون قد يكون بانه تعالوا توافقوا معي على شخصية او اقتربوا مني اكتر هيدا جزء من البعض اللي عنده قوله وهيدا التفسيرات بس انه عنده قول تعالى نتوافق على رئيس في محل ما يعني بده يدفش للتوافق وهو بيقدر يدفش للتوافق لانه اذا ما توفقوا معه ما رح يكون في رئيس هو جزء مقرر بالبلد ومؤثر بالبلد وبتحالفات وان كان مع التيار الوطني الحر او كان مع رئيس نبيه بري عنده قدرة تجهيرية لمسألة انه ما بتتوافقوا معنا كلنا سوا يعني مع هيدا الفريق لن يكون هناك رئيس وفي كتير ناس بتوافق معه بهذا الاطار لانه بالاخر ما رح تقدر ما في المعارضة طالما ما عم تقدر تتوحد وحتى لو توحدت هل بتستطيع ان تأتي باكترية 86 من الجل بالدورة الكولة صعب هل تستطيع ان تؤمن 65 بالجلس التانية على افتراض رح تقدر تعمل هيدا الشيء انا بدي اسأل هل تستطيع انتخاب رئيس لن يوافق عليه حزب الله او الرئيس نبيه بري او الافريقاء الاخرين كمان هيدا الامر صعب هون هون بعدنا هني كلهم عارفين هيدا الشيء في مرحلة يعني بعد الصفوف العالية والتجاذبات لحتى يعني كل واحد عم بيعزز اوراقه تمهيدا لحتى يعني اذا بدي يصير فيه توافق كل واحد يكون اوراقه قوية كفاية لحتى يتوقع يصير في توافق على شخص مقبول منهم كلهم نعم ممكن فريق المعارضة يستفيد من الخلاف يلي واقع بصفوف انصح التعبير فريق 8 ادار بين حزب الله وحركة امل والطيل الوطني الحر لكن لو فيه اولا يعني فيه توافق فيه هيدا الورقة بدأت تنبيع من حزب الله وتاليا من ايران على الارجح للامريكان او بدأت تنبيع للفرنسوية هيدا الشي بعده ما جرى هيدا مسألة نحنا منستهين فيها بس هي عمليا هيدا الاعتراضات انه نحنا من يعني بيناتهم لا لما بيكون فيه يعني توافق بيقدروا هن يفرضوا التوافق لو هن الحزب الله قدرين وبدن هلأ كانوا بيقدروا يفرضوا التوافق بيناتهم كلهم سوا يعني بالحد الادنى بيقدروا يجيبوا بس ورقة بدأت تنبيع مقابل شو ما بعد بدأت تشوف هن شو عندهم 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 حسابير ورقة بتنبيع للامريكان ليش اليوم الدور رح يكون رح يختلف عن ما فترة ما قبل 2016 المحور اليوم الايراني خسير اليوم بلبنان لا انا ما قلت انه خسير بس كل الاوراق بتنبيع وبتنشرق اي رئيس نحنا اذا لا نفترض انه الرئيس عون ما بده يقبل بالحكومة وانه عم يطلبوا من حزب الله التدخل يعني لديه من اجل القبول بالحكومة او من اجل القبول يعني بالحكومة لتصريف الاعمال هذا كله له سمن هذا فريق هو كمان بيبيع ويشتري ويطلب مقابل ما بعدش بيطلب مقابل بس يطلب مقابل هدول الاوراق بيقدر يستخدمها انا ما اقول انه بيقدر يعني مثلا انه ولا مروع على الاتفاق النووي بس فيه اوراق يستطيع استخدامها مدام يطلب منه التدخل من اجل حل حالة العقد او اي شيء من هذا النوع هل اسماء اليوم المطروحة لرئاسة الجمهورية او يلي عم تنطرح هي اسماء جدية برأيك لحد هلأ يعني يعني ما احترامي للجميع بعد نوصلنا لاقتراح الشخص الذي يمكن ان يحظى بتوافق الجميع يعني لا القوى النواب الجدد 13 او 14 مش قدرين يتفقوا هني على شخص ولا قدرين حتى انعوا يعني لم يطرح احد من الافريقاء حتى المعارضة لم تطرح الرئيس الذي يعني الذي لا يمكن رفضه ما حدا منهم وحتى يعني حزب الله منه قدر يطرح رئيس لا اعتبار اساسي لانه اي اقتراح هو يتقدم فيه رح يحرقه كمانا رح يحرقه لن يتم القبول به لا عربيا ولا خليجيا هو عارف هيدا الشيء ومشان هيك عم يتجنب ربما يستدرج الجميع الى انه يوصلوا على اسم هو يقبله وتاليا هني رح يقتوا اليه مش هو يريطرحه ما لن يطرح هو رئيس حتى سليمان فرنجيه ليه هو يعني من ابرز حلفائه لن يبادر الى طرفه هو سيترح اذا سليمان فرنجيه هو ترشح هيدا امر مختلف لم يطرح الحزب دعمه لحد هلأ ربما يدعمه اكيد بدوا يدعمه بس بنتيجة الامر بدوا يخلي الاخرين يوصلوا لهالخلاصة لحتى يعني ما يبين انه هو عم بيفرض عليهم على الاخرين عارف هو انه اي مرشح من جانبه لن يتم قبوله متل ما صار مع الرئيس بيشيل عون ابدأ عدم اعتراضه حزب الله على اسم العماد جوزيف عون برأيك لك القائد الجيش قد يكون قد يكون يعني او من المرجح ان يكون المرجح الذي يعني لا اعتراض عليه اساسي في اعتراضات كتير بمعنى انه يعني كتير من الافريقاء وحتى من الناس العاديين يعني يرفضون انه ان تبقى يعني رئيسة الجمهورية حكر على قيادة القائد يعني صارت محطة من بعد من بعد قيادة الجيش بتصير محطة رئيسة الجمهورية مشان هيك وبعدين لانه طابع لبنان عم يتغير من خلال انه دوما قائد جيش يصل لهذا في هون المسألة بالاضافة الى هون بعض من يسير هذي الموضوع من ذوية انه هل انه قائد الجيش بيقدر يعني شخصيته بتسمح بغض النظر عن صفاته يعني الشخصية والذي يقدرها كثيرون بس بذات الوقت هل هو يقادر على النهوض الاقتصادي لانه لها متطلبات مختلفة انما انما قائد الجيش قد يكون النقطة الوسط التي يلتقي عليها الجميع او التي لا يعترض عليها الجميع بمرحلة ما بعد مرحلة من الشغور وبعد مرحلة من انه ما بقى يقدروا ما فيه نستمر بالانهيار اذا الشغور حتمة لحد هلأ الشغور حتمة طبعا لحد هلأ الشغور حتمة ما فيه يعني خلال عندك عشر تيام خلال اسبوع المقبل بيبلش العد العكسي للمهلة الدستورية الزامية وتانيا اذا ما صار فيه اتفاق فيه بعض الضغوط عم بتصير الغربية بهذا الاطار انما لاحد هلأ منها كيفية ما فيه توافق بتلاحظ انه ما فيه ادنى حد من التوافق ما حدا اقترب من حدا بين جلسة 29 ايلول والجلسة اللي كانت مفترضة اليوم ما حدا اقترب من حدا لانه ما فيه عندهم اشارة ما عن توافق معين او انه هيدا الامور محل حلي وإلا كانوا اتجهوا نحو الاقتراب اكتر نعم استاذة روزانا بمنصف اي تسوية ممكن نشهدها بالايام او المرحلة اللي قال القادمة يلي رح تشمل رئاسة الجمهورية وقال انه رح تشمل حكما تسمية رئيس للحكومة جديد ورح نيتجه لبنان لمؤتمر دولي مؤتمر مساعدة للبنان هل هيدا الحديث في شي من نوع بيتحضر اه انا انا حسب معلوماتي حسب معلوماتي انه ما فيه اي مؤتمر من اجل لبنان اطلاقا اقل بهذه حتى للمساعدة لا لا المساعدة امر مختلف بفلن يطرق ذلك الا لن يحصل ذلك اذا كان مؤتمر للمساعدة انما سيكون بعد انتخاب رئيس وتأليف حكومي جديد هني رح يجب باكتج مع بعض هذا لن يحصل الان هذا لن يحصل الان البداية رح يكون فيه انتخاب رئيس وحكومي جديدة الان ما فيه مؤتمرات اطلاقا لا ما يشبه الدوحة ولا ما يشبه حتى الطائف ما فيه هيدا الشيء ما حدا عنده قدره يرعى هالشيء ولا حدا راغب بهيدا الشيء وفيه موانع كتير امام هذا الامر هلأ بتصير تسويات يعني كما التي ادت الى يعني انتخاب الرئيس عون من خلال انه فيه مؤشرات خارجية بتدفع وبيصير فيه تسويات داخلية ايه ممكن لانه هو عقد تفاهم مع العرب وعمل مع رئيس سعد الحريري بالاخر هيدا اللي ادى هون بصير هيدا الشيء جانبي من خلال تفاهمات داخلية وكل الدول يعني تدفع بهيدا الاطار ولا تدفع لن يكون هناك اي مؤتمر اطلاقا قبل انتخاب رئيس جمهوري وتأليف حكومي جديد نعم رح انتقل انه اياك لملف الترسيم وصف هذا الاتفاق بانه تاريخي تعليقك على تاريخي وهل فعلا هو هل قد مهم هو تاريخي بمعنى انه اسرائيل ولبنان دولتين عدوتين وتاليا انه لما بتجيبهم على اتفاق ولو كان على ترسيم الحدود البحرية هيدا مسألة مهمة تطبيع؟ اختراء مهمة نعم تطبيع؟ لا لا طبعا لا لا هيدا التطبيع انا ما بعتقد انه هيدا تطبيع التطبيع له ظروف مختلفة يقوله اوضاع مختلفة منه تطبيع يعني نحن كمانا ما بدنا نكبر الكلام اوكي رح يكون في شراكة بشكل غير مباشرة يعني بالحقول بالحق القانا وتتوليها توتال او تتوليها وتتدخل الولايات المتحدة وكذا بس هيدا منه تطبيع هيدا منه تطبيع منه احنا منه بهالمرحلة وما بدنا نتوهم يعني بهذا الموضوع ولا بدنا كمان يعني يعني كمانا في مزايدات بهذا القصة مش صحيحة لكن الاختراك الاختراك الذي حصله مهم جدا مثل ما عمقول لانه اسرائيل ولبنان دولتين عدوتين توصلوا الى ارسل في شغلة كتير مهمة هي انه اولا لبنان بحاجة ميسة الى هيدا الموضوع بحاجة مش ممكن تتصور البلد بحاجة الى يعني بعرف انه رح ينقال انه هيدا للحقول اذا بلشوا هلأ استثمارها رح تعطي بعد خمسة او ست سنين وهذا صحيح انما التعويل هو على موضوع انه اذا اكتشفوا خلال السنة انه هيدا فيه سروة هيدا ممكن يعني يغلب الاستثمارات على اساس ممكن انه البلد ليس بلدا منهارا ومفلسا ويعني عرف كيف ومن دون دعم هيدا ممكن يساعد ممكن تجي يعني ممكن نبلش نلحظ مساعدات واهتمام من من لحظة اللي بيصير فيه اكتشاف تجاري ما فيه مساعدات جيمي ما فيه بقى مساعدات للبنان مساعدات عم تكون انسانية فقط هذا لا يعفل لبنان من الزهاب الى اصلاحات والى تلبية شروط الصندوق النقد الدولي فيه اصلاحات ضرورية اذا ما عملهم لن يكسب السقة اطلاقا عندك يعني نحنا نحنا عايشين ايه بالواقع ومنحكي فيهم بس الواقع اللي عم يشوفوه الخارج هيدا بلد منهار مؤسسيته منهارة ما فيه ما فيك تحتمد عليه اذا ما قدر رجع بنا نفسه ما بيكفي توصل لحقول نفطية كيف بدك تدير حقول نفطية من دون مؤسسات مسؤولة هيدا الخوف صراحة اليوم نعم ممكن سيزة روزانا ممكن في حال هذه الطبقة والمنظومة امتنعت عن اجراء هيدا الاصلاحات ممكن يترجع الدول والمجتمع الدولي يمنع عملية التنقيب بلبنان وهيدا الشي اللي كان خايف منه حزب الله يمنع التنقيب كان عقوبة العقود لا ما حدا كان عادي يمنع العقود لقال لك شرلي فيه شرليد كتير بتتنحكى بالسياسي وتشتغل بالسياسي انما ما حدا كان عادي يمنع العقود ما كان يمنع العقود كان يعني لانه لبنان كان طلب انه حرك العقود بالالفين واثمانتاش وقبل انما ما فيه دولة ولا شركة ممكن تجي تحطلك مليارات مليانيين من الدولارات وما ووقع بالبحر مشان تستثمر وفيه خطر الانهيار الامني او الحرب بين دولتين عدوتين هيدا هيدا يعني اي مستثمر ما حدا بيروح على محلات فيها مخاطر امنية هيدا لحد الادنى مشان هيك منروح على الجانب الاهم من الاتفاق واللي كتير عم بيشوفوه انه هيدا يعني بيعطي امن واستقرار بالمنطقة امن واستقرار وهون بدي الفتاك لشغلي انه الامريكان اصروا بكل تعليقاتهم اذا بتلاحش تعليقاتهم انه بيعطوا سيكيوريتي اندستابيليتي فور اسرائيل يعني الامن والاستقرار لا اسرائيل طبعا هيدا الشيء اللي علاقة بالاستثمار النفطي ولكن بذات الوقت لانه بدأ تجي شركات ان كان توتال ولا اني ولا اي شيء بدو يجي بدو امن مشان هيك هون رح يكون في مرحلة هدوء قصرية لانه حزب الله ما بيقدر ولا اسرائيل بتقدر كل يوم يعني نطلع مسيارات ونهدد هيدا الموضوع محسوب اذا بدنا نستفيد نحنا ما بدنا نقدر نعملها ومشان هيك المسألة تتعدى انه الاتفاق الاقتصادي الى مرحلة هدوء قويلة مرشحة لان تقوه في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية الاسرائيلية شو المقابل مقابل هيدا الاتفاق برأيك؟ هناك صفقة مقابل لمين؟ يعني مقابل اكيد يعني اليوم اللي كان عم بعرقل بالاول هو لبنان وبالاخر شفنا كيف وفق على الاتفاق يقال انه كان في بعض الملاحظات يلي قبداها الجانب اللبناني اسرائيل بتقول تراجع الجانب اللبناني عن هيدا الملاحظات ورجعنا مشينا بالاتفاق اللي نحنا فرضينه يعني في عدة امور اليوم يعني كان مبين لبنان انه هو بموقع ضعيف اليوم شو اللي صار هل هيدا مكسب اليوم خاصة لعهد الرئيس ميشيل عون؟ خليني اقول لك شغلي اولا يعني لبنان حقق مكسب اكيد حقق مكسب لانه يعني الخط 23 هو مكسب بحد زيته وحق القانا وهو مكسب هلا ما اخد الكل شي اللي بده ييه لأ لانه بالاخر التعديلات يعني اللي طرحها او ملاحظات اللي طرحها لم تؤخذ فيها لانه كان لانه كان تحت وطئة انه يا بدك تقبل متل ما كانت او اسرائيل ما تقبل وهيدا الشي متل ما كمانا رفضت اسرائيل من الاساس الخط 29 وهال بديت انه ما تروح على على مفاوضات اطلاقك بالاخر انت بدك تعمل تفاوض مع طرف اخر بدك تشوف شو حدودك وشو ممكن مقبول وشو مش مقبول المقابل اللي اخدوا لبنان هو لبنان انه عم بيفتحوا لك باب عم بيقلوا لك نحنا عم نعطيك ابواب لت انت تنعش فرصك بالانقاذ الاقتصادي العهد ميشيل عون ورئيس ميشيل عون طبعا وحزب الله هني مسؤولين خلال الست السنوات الماضية عما حصلة بلبنان انا ما بقول وحدهم بس هني مسؤولين اساسيين بالاخر رئيس الجمهورية هو رئيس جمهورية يعني ما بيقدر يقول انه اسكت لبنان في الهاوية مثل ما قال مبارح لا ما اسكت بلبنان سقط بالهاوية في مسؤولين عنه لم يحاسب المسؤولون عنه هو يبحطهم غير محل بس كمان في رئيس الجمهورية حزب الله مسؤول ايضا الان اذا رحنا على اتفاق هيدا عم بيفتحولنا الطريق روحوا عملوا شيلوا السروات اللي عندكم ما حدا مستعد يعطيك بقى مساعدات اذا عندك سروي انت حاطتها بالبانك وما بدك تستغلها ليه بدي ساعدك انا هيدا هو المبدأ الغرب ما بقى يقدر يساعد اطلاقا بيصل الحرب على اوكرانيا الدول العربية والخليجية عندها تحفظاتها الكبيرة عندكم سروي نفطي روحوا اصغلوها حطوا ادرتكم هونيك وتاليا هيدا السبب الاساسي اللي دفع ان كان ميشيل عون او حزب الله او السلطة ككل انه يروحوا على الاتفاق هلأ بيستفيد منه العهد يقول انه عملت انا انجاز مع اخر عهدي اوكي اكيد بدي يستفيد منه وقتل حاله يعني اللي حتى يستفيد منه لانه يعني مش معقول يخرج بدون ما يحقق اي امر ورح يكون كام كارسة بالنسبة لقلو هيدا على القليل يطرده كتير كتير كبير يلقلو انه طالع انه انا عملت انجاز وحطيت البلد انه يباع على طريق ايا يكون اذا هلأ رح يتنفذ الاتفاق رح ينفذو ولا رح نستفيد منه او لا بس بالنسبة لقلو هو اخذ يعني هيدا المكسب لحتى ما يطلع من دون شي باخر عهد وبعد ست سنين كانت كارسية بالنسبة للبلد برأيك في تنزولات بهيدا الاتفاق وخاصة انه اليوم حزب الكتائب لبنانية خايد حملة كرمال احالة هيدا الاتفاق على المجلس النيابي حسب ما بينص الدستور بيقوله وياخد موافقة المجلس النيابي خاصة كمان انه فيه فريق متعاون مع بعض بالسياسة اللي هو بمثل الفريق المقرب من تمان اقدار هو اللي اقام بهيدا الاتفاق واليوم مفترض هذا الاتفاق ان عرض على المجلس النيابي اللي التخب من فترة مش من زمان كرمال يعطي موافقته دستوريا وشارعيا شو رأيك بهيدا الاتفاق؟ انا مع المطالبة اللي عم بيقوم فيها حزب الكتائب بهيدا الاتفاق مع المطالبة كليا هيدا حق من حقوق النواب وهيدا حق من حقوق الناس انه تعرف شو ساير بالاتفاق الاتفاق الاتفاق ليس معردا للنقض لا يمكن نقضه لا بالمجلس النواب يعني ربما بتخاف السلطة انه يصير فيه نقض لاله وما بيسترجوا يعرضوه لانه كمان فيه ملاحظات كتير انا بظن هيدا الشي لانه فيه ملاحظات فيه فيه في كتير ملاحظات للأسف يعني بعد الاحزاب ما طلعت ملاحظاتها بس ليس متطلع ملاحظاتها على الموضوع ليش من بيب نقضه لانه ما في يعني لنكون صريحين مش كل يوم فيك تفتح هيدا الموضوع وخصوصا الامريكان حطوا هيدا خلاص الفاينل يعني المسودة النهائية الصيغة النهائية الصيغة النهائية التي لا يمكن العودة عنها لاعتبارات كتيري مش بسهولة هيدا الشي ممكن تعمله بس ممكن مناقشة والحصول على أجوبة حق النواب وحق اللبنانيين كلهم يعرفوا ويتلقوا أجوبة فيه ضمانات هل فيه ضمانات لتنفيذ يعني مثلا مثلا رح أعطيك شغلي فيه محلات مثلا مرتبطة بأنه حسن نية إسرائيل هي جاية هيك حسن نية إسرائيل أو مثلا بأنه إذا لقيت إذا يعني متصلي بإرار إسرائيل تقرر بمن دون مبرر أو بدون مع مبرر هيدا الشي معنات عندها إسرائيل الحق أنه تقدر تستفيد من يعني أنه تقول لا بمحل ما يعني حصت الأسد أخذي نعم أخذي يعني إسرائيل بهيدا الاتفاق أخذي حصت الأسد وليس هناك توازن لأ أخذت حصة مهمة أخذ لبنان حصة مهمة وأخذت هي حصة مهمة بس عم بقول أنه في ملاحظات ينبغي الإشريبي عليها مطلوب الأجوة بيه مش لا من الأمريكان ولا من إسرائيل مطلوب الأجوة من الدولة اللبنانية أنه أنتوا هيدا شو بيعني ماذا يعني هيدا الشي يعني هل أنه إسرائيل عندها اليد العليا أنه هي إذا اتفقت معطوطال وإذا يعني بيمشي الحال بيقانا بمستخرج الغاز مكانا دب بركي ما اتفقت بركي صار في خلاف بين إسرائيل وتوتال في هناك نقاط تحتاج إلى أجوبة بهذا الموضوع وعلى النواب أن يطرحوها بالتأكيد نعم أستاذي روزانا بمنصف يائير لابيد رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بيقول أنه إسرائيل ستحصل على 17% من عائدات حق القانا وحزب الله لم يحصل على أي من عائدات الغاز كيف يعني؟ طلوا عم بيشاركونها بقانا هني عم بيشاركونها بقانا هني عم بيشاركونها بقانا لأنه لبنان أخد الخط 23 كان يمتد بعض الشيء خارج هذا الخط باتجاه إسرائيل وتاليا أنه توتال هي رح تقدر إنتش النسبة رح تطلع من الحقل هيدا عم بيقدرها يائير لابيد أنه 17% فيه شغلة كتير مهمة ولا شو عم بيهللوا اللبنانية مش عم نفهم نحن لا لا رح يطلع لهم اللبنانية فيه حق القانا كله سوا يعني أوكي 17% ما نشوف من أول فيه ملاحظة هي عفوا فيه ملاحظة أنه نذكر بالكابينت الإسرائيلي بمجلس الوزراء المصغر أنه لبنان يعني كل الإنتاج قانا لأنه يتخطى 3 مليارات دولار صحيح عفوا صح بس بزيت الوقت بس بزيت الوقت هيدا كلام لحد هلأ سياسي ما فيه بكرة بدك تنطر توتال شو بدك تحفر وتشوف إذا فيه مصبوط هل هي 3 مليار هل هي 20 مليار عندها نسبة معينة من توتال رح تخذها إسرائيل من حق القانا يعني عجبنا ولا ما عجبنا هيدا هو لعله هيدا أفضل الممكن اللي قدر طلع فيه لبنان على أساس أنه الجفء الأكبر من قانا عنده هو هيدا يمكن هو أفضل ممكن بس هيدا مثل ما عم قلت على صوتة التي فاوضت أن تتحدث عن ذلك وتشرح ذلك نعم يعني مفترض ينعرض الاتفاق الحالي والمسودات اللي كانت عم تنطرح بالسابق كرمال ينشاف على شو تنازلوا من الاتفاق سؤال أخير مش بالضرورة مش بالضرورة يعني فيهم يعرضوا الاتفاق النهائي بهيدا بس يشرحوه يعني عليهم أن يشرحوه معرض مش بالضرورة كل التفاصيل عليهم أن يشرحوا النقاط يعني وإذا حدا أثار ملاحظة أنه هاي دي ليش ما عملتوها ليش ما علشتوها يمكن يقولونه أن احنا طلبنيها وما تلقينا أجوري إيجيبية عليها يعني كمان هيدا المفاوضات أخذوا عطا استيزي روزانا بمنصف هل انتهت الحرب مع إسرائيل؟ خلينا نقول لا ما انتهت الحرب مع إسرائيل بس أنه إذا بلقنا باختخراج النفط وطلع عنا نفط معنى أنت رح نكون في مرحلة تعزيز للهدن الموجودة بالجنوب خصوصا خصوصا أنه أنت حتى لو ما شمل هيدا الاتفاق الترسيم البر لكن أنه ما فيك تفتح أنت حرب بالبر حتى أو منواشات بالبر وما تأثر على البحر يعني بالآخر عم قل لك المستثمر 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 جبان المستثمر وهيدا حق لأله يعني بالآخر الأموال اللي بيحط أمواله ما بيقبل يعرضها للخطط وتاليا نحن مضطرين قصرا وليس يعني طوعا أنه نحن نجمد نجمد رحقول العمليات العسكرية ونروح على هدنة طويلة الأمد نعم الصحفية روزانة بومنصف شكرا لك أنت معنا ببرنامج الحكب السياسي شكرا لألكم يعطيكم ألف عافية شكرا لك مشاهدين ومسلمين الكرام لهم يكون وصلنا إلى ختام حلقتنا شكرا على حسن المتابعة ونلتقى نحن وياكم بكرة إذا الله رضي اشتركوا في القناة